اهلا بكم على الرغم من الدعم العسكري الهائل الذي تقدم الولايات المتحدة لكل من اسرائيل واوكرانيا الا ان البيت الابيض ادرك محدودية تأثيره على القرارات العسكرية التي يتم اتخاذها في كل البلدين في ظل الخرب التي تشهدها او تشنها الاولى في غزة والصراع التي تخوض اثنية مع روسيا قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الرئيس جو بايدن يواجه حدود نفوزه في اثنين من الصراعات الدولية الذين يحددان رئاسته وهما حرب اسرائيل على غزة واوكرانيا وروسيا على مدار عشرة ايام ظلت ادارة بايدن تحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو على السماحي بتوقفات انسانية للقصف على غزة املا في ان تحمل المساعدات الامنية السنوية التي تقدمها واشنطن لتل ابيب والتي تقدر ب3.8 مليار دولار نفوذا كافيا على اساليب رئيس الحكومة الاسرائيلية لكن هذا لم يحدث ورفض نتنياهو ضغط بايدن من اجل جهود اكبر لتجنب الخسائر بين المدنيين في اتصال هاتفي بينهما يوم الاثنين بل وتحدث عن الانتقام القوي من هجوم السابع من اكتوبر باستخدام قنابل ضخمة لهدم شبكة الانفاق حتى لو كانت ستدمر احياء كاملة في غزة في اوكرانيا تحدث ارفع مسؤول عسكري بالبلاد الجنرال فالري زالوغني تحدث في الكلمة التي ظل المسؤولون الامريكيون يتجنبونها بحرص على مدار عامة وهي الجمودة ويتفق العديد من مساعد بايدن على ان كلا من روسيا واوكرانيا عالقتين وغير قادرتين على نقل الخطوط الامامية للمعركة في اي اتجاه مؤثر الا انهم يخشون ان ما قاله الجنرال الاوكراني سيجعل من الصعب على الجمهوريين ان يوافقوا على اي مساعدات كبيرة لاوكرانيا وربما يشجع الرئيس روسيا بلاديمير كوتن على المضي قدما املا في ان يتم انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب او اي جمهوري يحمل افكار مشابهة على عام المقبل ويسحب الدعم الامريكي لاوكرانيا وفي كل الحالتين فان نفوذ بايدن حول تنفيذ حلفائه للحرب يبدو اكثر تقييدا لما كان متوقعا نظرا لدوره المحوري كمورد للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لكن نظرا لان الولايات المتحدة الامريكية مرتبطة للغاية باسرعين باعتبارها اقوى حليف لاسرائيل وافضل امل لاوكرانيا للبقاء كدولة محرة مستقلة فان ارث الرئيس مرتبط بالكيفية التي ستتصرف بها كلتا الدولتين وكيف ستنتهي الحربان بهما نقلت نيويورك تايمز عن النائب ايضا سيسمولتون الذي خدم اربع مرات العراق كجندي مارينزا بان هناك تاريخ طويل لادراك الرؤساء الامريكيين انهم لا يمكن نفوذا كبيرا على اسرائيل كما يعتقدون وينطبق الامر نفسه على اوكرانيا فهي معركتهم بالاساس حتى لو كان هناك الكثير على المحكم الامريكا في نتيجة هذا الصراع وتتابع الصحيفة قائلة رغم ان التاريخ والبغرافيا والمصالح القومية الامريكية تفصل هذين الصراعين المختلفين الا ان بايدن نفسه هو من جمعهما في خطاب للامريكيين قبل اسبوعين بعد عودته من زيارة لاسرائيل عندما قال ان حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين لكن هناك قاصم مشترك يجمعهما فكلهما يدمر جارا ديمقراطيا تماما هذا ما قاله وايضا يقول مساعد بايدن ان صلاته بالصراعين تعود الى الفترة التي تولى فيها رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعندما كان نائبا للرئيسة حيث يعتقد ان التاريخة سيتذكر بالكيفية التي دافع بها عن الديمقراطية ضد قوى الفوضى والارهاب والاستبدال على حد قولهم وفي نفس الوقت فان الرئيس طرف حضر ايضا في او من كلا الحربين وقال ان القوات الامريكية لن تدخل المعركة مباشرة طالما ان القوات الامريكية في الشرط الاوسط او دول النيتو لن تتعرض لهجوم وكان بايدن قد دخل السياسة عندما كانت امريكا غارقة في حرب فيتنام وهي تجربة صعبة له وانضى طوال فترة رئاسة اوباما يدعو دون نجاح الى انسحاب امريكي اسرع من افغانستان وهو عازم على عدم اغراق امريكا في قتال مباشر مع روسيا المسالحة نوويا وانضى اول عامين من رئاساته يحاول الانسحاب من الشرق الاوسط ويركز بشكل اكبر على العلاقات مع دول المحيطين الهادي والهدي لذلك في حين ان الاسلحة والاستخبارات الامريكية اساسيين في حرب اوكرانيا واسرائيل فان بايدن يعيش واقع ان القرارات العسكرية يجب ان يتم اتخاذها في اوكرانيا واسرائيل وليس للولايات المتحدة وهو ما يترك واشنطن احيانا في موقف معارض لكنها تنأى بنفسها عن القرارات وما يتوقع الى هنا تنتهي اطعطي شكرا لحضرتكم على المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة